الأسبوع اللي فات اتصدرت وقت قيام جنزي في سلاح الجو الأمريكي بحرق نفسه قدام السفارة الإسرائيلية في واشنطن الترند على السوشيل ميديا في معظم بلاد العالم واللي عمل كده للتنديد بالدعم الأمريكي المستمر للاحتلال الاسهنوني ومن الواضح أن الواقع أثارت غضب كتير من دباط وجنود الجيش الأمريكي واللي نصدموا أكتر من وقفة احتجاجية للتضامن معه استمرت على مدار الأسبوع كله واللي كان منها الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي واللي بيقوم فيه عدد من جنود الجيش الأمريكي بحرق ملابسهم العسكرية وهم بيهدفوا بالحرية للشعب الفلسطيني مش بس كده ده كمان شفنا وقفة احتجاجية للمجندات بسلاح الجو والعملات بخطوط الطيران الأمريكية قدام السفارة السوغيونية في واشنطن للتنديد بالدعم الأمريكي للمجازر اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني